حتى يتبين لهم أنه الحق بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وصلى الله على حبيبنا محمد النبي الأمي وعلى أهله وأصحابه وسلم تسليما كثير أيها الأحبة هناك تناقض علم في القرآن كما يزعم أحد الملحدين حيث يقول هل خلق الكون في ستة أيام أم بلمح البصر ثم يستدل على هذا التناقض المزعوم بقوله تعالى ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب ثم في آية أخرى الله سبحانه وتعالى يقول إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر إذن كل ما تراه من خلق في الكون خلق بلمح البصر الآية الثانية تقول في ستة أيام إذن محمد عليه الصلاة والسلام كما يزعم كان ينسى فتارة يقول الكون خلق في ستة أيام وتارة يقول بلمح البصر وهذا يدل على أن القرآن ليس من عند الله طبعا أيها الأحبة يجب أن نتأمل هذه الآيات كما أنزلت ونتأمل دقة الكلام القرآني لأن الكون حقيقة خلق عبر مراحل هذا علميا ثابت خلق على مراحل حيث نشأ من كتلة واحدة وتوسع بشكل مفاجئ ثم في مرحلة لاحقة تشكلت الفوتونات الضوئية في مرحلة تشكلت ذرات الهايدروجين في مرحلة تشكلت العناصر الثقيلة مثل الحديد يعني هناك مراحل للخلق أحبة في الله في مرحلة معينة نشأت الأرض وهكذا إذن هناك نظام متسلسل ومراحل زمنية هي ما عبر عنه القرآن بقوله تعالى ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام الآية الثانية التي تقول كن فيكون هذه آية إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون بكلمة كن يكون وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر طيب ما الذي يجب أن نفهمه هنا أيها الأحبة العلماء حقيقة أصدروا بحثا علميا لطيفا وجدوا أن كل ما نراه الآن من مخلوقات حتى في الطبيعة من حيوانات من كائنات حية من جبال من سماء من ذرات من نجوم كل ما تراه عينك الآن في الكون أصلا نشأ خلال جزء صغير من أول ثانية من عمر الكون يعني في جزء صغير جدا من الثانية برزت للوجود العناصر الأساسية في الكون والقوانين الفيزيائية التي ستحكم حركة الكون ولولا هذه القوانين التي برزت فجأة للوجود لم تكن أنت الآن موجودا على الأرض أيها الإنسان لماذا؟ لأنه لن يكون هناك أرض يعني البحث الذي صدر مؤخرا يقول هناك ثابت كوني دقيق جدا برز للوجود في جزء صغير من أول ثانية من عمر الكون هذا الثابت الكوني يتضمن مجموعة كبيرة من الثوابت مثل سرعة الضوء مثل كتلة الإلكترون مثل ثابت بلانك مثل كذا كذا ثوابت كثيرة مجموع أو جداء هذه الثوابت يعطيك ثابت كوني صغير جدا واحد على واحد وبجانبه أكثر من مئة وعشرين صفرا هذا الثابت الكوني الدقيق جدا المتوازن يعبر عنه العلماء بقولهم إنه برز فجأة للوجود وأي تغيير مهما كان طفيفا سيؤدي لانهيار الكون فيما بعد إما أن يتحول الكون فيما بعد إلى ثقب أسود يبتلع نفسه وينهار على نفسه أو إذا تغير شيء بسيط في هذا الثابت الكوني لن ينشأ الكون أصلا وبالتالي هذا الدليل على وجود خالق للكون وأن كل ما نراه من قوانين وكل ما نراه اليوم من إبداع في الطبيعة ومخلوقات نشأت أصلا في جزء من الثانية الأولى القوانين الأساسية نشأت الثوابت الكونية نشأت في ذلك الوقت لو لها لم تكن الظرات موجودة أصلا لم يكن التراب موجود الذي سيخلق منه الإنسان لذلك الكون نشأ خلال جزء من أول ثانية من عمره جزء صغير جدا يقدر به يعني واحد على واحد وبجانبه أكثر من ثلاثين صفرا ولكن عملية الخلق أخذت عدة مراحل وأخذت مليارات السنين طبعا اليوم عند الله نحن لا نعلمه ولقد خلقنا السماوات والأرض في ستة أيام نحن لا نعلم ما المقصود باليوم هل هو مليار سنة هل هو مليون سنة لا نعلم أيها الأحبة ولكن الذي نحن متأكدون منه أن الكون نشأ عبر مراحل زمنية الله أعلم الله سمى هذه المراحل بستة أيام ستة مراحل أساسية خلق وفقها هذا الكون الآية التي تتحدث عن أمر الله لا تقول لنا ولقد خلقنا السماوات والأرض في لمح البصر لو كان كذلك لكان هناك تناقض بينما الله ماذا قال قال وما أمرنا هنا لا يتحدث عن الخلق دقيقوا أيها الأحبة إن كل شيء خلقناه بقدر هذه الآية تتحدث عن التقدير والنظام في الخلق بقدر يعني بنظام يعني الكون الآن يسير بنظام إذا رمينا مثلا شيئا يسقط على الأرض لا يبقى معلقا لا تستطيع أن تخالف قوانين الجاذبية مثلا كل شيء مقدر ومحسوب إذن الخلق مقدر ومنظم وفق مراحل بينما أمر الله أسرع من خلقي أمر الله كن فيكون إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون وفي آية أخرى وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر إذن أين التناقض بالله عليكم الآيات التي تتحدث عن كن فيكون وعن لمح البصر نجد أن فيها إشارة للأمر الإلهي إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون هذه الآية أيها الأحبة تدل على أن الله عز وجل قال لنا خلقه من تراب إذن هناك مراحل للخلق ثم قال له كن فيكون أتى الأمر الإلهي لاحظتم أيها الأحبة لا يوجد آية في القرآن تقول لنا إن الخلق يتم فجأة الخلق يتم عبر مراحل ولقد خلقنا الإنسان هنا تحديث عن خلق الإنسان من سلالة منطين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم جعلنا نطفة علقة وهكذا مراحل إذن عندما يتحدث القرآن عن الخلق يتحدث عن مراحل ولكن أمر الله هو بلمح البصر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر لذلك الله عز وجل ماذا قال في سورة الأعراف ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين فينبغي علينا أن نميز بين الخلق والأمر أحبة في الله هذه مشكلة الملحدين يخلطون الأمور على بعض ويقول لك إن القرآن فيه تنقض الخلق هو المخلوقات التي نراها الأمر هو المعلومات التي يلقيها الله سبحانه وتعالى ليخلق بها هذا الإنسان ليخلق بها الكون لينظم بها هذا الكون هو أمر الله ألا له الخلق والأمر مثلا الله عندما يقول ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي لاحظتم الروح من أمر ربي يتحدث عن الأمر هنا وليس الخلق بينما مثلا عن الإنسان وإذ قال ربك إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفقت فيه من روح إذن هناك مراحل دائما الخلق يتم عبر مراحل الأمر يتم فجأة بلمح البصر وبالتالي هاتان الآيتان لا يوجد أي تناقض بينهما خلاصة الحديث أيها الأحبة الآية التي تتحدث عن خلق السماوات والأرض ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام هذه آية تتحدث عن الخلق فالخلق له مراحل زمنية الآية الثانية وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالبصر تتحدث عن الأمر أمر لا يكون فيكون وبالتالي أمر الله الله يعطي الأمر بلمح البصر ولكن تنفيذ هذا الأمر يتم عبر مراحل الخلق يتم عبر مراحل فلا تناقض أيها الأحبة مثل المهندس مثلا يعني يمكن أن يعطي أمرا ببناء جدار ولكن بناء هذا الجدار قد يستغرق سنة مثلا لاحظتم فألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا ولا أريد أن أطيل عليكم فقط أحب أن أقول كلمة للأحبة الملحدين للإخوة الملحدين إخوتنا في الإنسانية طبعا أقول لهم أنظروا إلى هذا القرآن بإنصاف أنظروا إلى هذا الكتاب العظيم فقط بشيء من العلم نظرة علمية لا تتسرعوا في الحكم على القرآن اقرأوا القرآن كاملا لأنك إذا لم تقرأ القرآن كاملا لن تفهمه أن تقطع آية من هنا وكلمة من هنا ثم تقول القرآن متناقض هذه طريقة فاشلة أصلا وسيرد عليها ولن تقنع أحدا وبالتالي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه المعلومات سببا في هداية من يشاء من عباده وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق حقاً 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 حقاً